عقدت لجنة للشؤون الدستورية والتشرعية اجتماعا برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية هذا وأشاد النائب إبراهيم الهنيدي باهتمام مستشار دكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البالغ ومتابعته الدقيقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتكليفه للجنة الشؤون الدستورية والتشرعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشرعية من مناقشة نحو 100 مادة من مواد مشروع القانون باجتماع على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية خلال الإجازة البرلمانية